أكدت وزيرة التنمية المحلية من العوض اهتمام رئيس السيسي بتقديم كل الدعم للعاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية وذلك بما يسهم في تمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة الأسر جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة ومحافظ القليوبية أيمن عطية معرض أياد مصر للحرف اليدوية والتراثية بكرنيش بنها ومعرض صونعة في القليوبية والذي يتضمن بعض المنتجات الأساسية والصناعية وذلك على هامش زيارتها للقليوبية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة